صباح النور عليكم سارة وعبدالله وصباح النسمات الباردة اللي نعيشها في منطقة الجوف مع موسم الشتاء طبعا اسمحوا لي مركز سديري الثقافي أو مؤسسة سديري الثقافي واللي صدر الأمر الملك الكريم بإنشاءها عام 1403 هجرية كانت اللبنة الأولى لهذا المركز هي المكتبة العامة واللي انشئت في حدود العام 1382 هجرية هذه المكتبة اللي اليوم تضم يتجاوز 165 ألف مؤلف ومجلد ومطبوعة وطبعا تحتضن وتصدر هذه المكتبة أو المؤسسة بشكل عام مجلة الجوبة واللي احتفلت مؤخرا بمسيرة امتدت على مدى ثلاثة عقود الذراع التطوعي لهذه المؤسسة هو فريق أسديري التطوعي اللي نستعرض اليوم مع ضيفتنا نائبة رئيس هذا الفريق الأستاذة عايشة الإبراهيم نستعرض معها أبرز الأرقام حول هذا الفريق وخدماته صباح الخير عليك بداية فريقكم التطوعي متى كان عام إنشاءه واطلاقه وش أبرز المهام اللي شاركتوا فيها السلام عليكم وصبح عليكم على المشاهدين جميعا أولا فريق أسديري يتوافق مع رؤية 2030 طموح وسعي سمو ولي العهد حفظه الله وصولا إلى مليون متطوع كان فريق أسديري وما زال أهم أولوياته اللي هي المسئولية الاجتماعية والعمل التطوعي لذلك إنشأ الفريق عام 2017 ميلادي طيب لو نتحدث عن أبرز المشاركات اللي شاركتوا فيها من 2017 حتى اليوم خاصة في ظل وقوع هذه الجائحة وأسهاماتكم مع المجتمع الفريق الحمد لله متواجد في أغلب البرامج والفعاليات المهمة بالمنطقة وكان من أبرزها وأهمها اللي هو استقبال ضيوف حجاجة البيت الله الحرام بمدينة الحجاجة بأبو عجرم وكان من ضمنها التوجيه والإرشاد وتوزيع السلة الغذائية والمساعدات كبار السن كان لكم مؤخرا لقاء ما يسمى اتجاه البوصلة حدثينا بشكل أخير عن هذا اللقاء اتجاه البوصلة هو برنامج خاص بالمتطوعين غالبا يقام في داخل المركز برامج تنشأ للمتطوعين عشان يستفيدون منها اللي هي تقام شهريا كل شهر يكون برنامج أو دورة أو ورشة عمل طبعا مع شراك المتطوعات انهم يختارون ايش البرنامج اللي هم حابينه او الورشة العمل اللي يتمنون يقيمونها او شيء مثل كذا شكرا لكم نتمنى لكم التوفيق دايما وأبدا أعود لكم سارة عبدالله وبالفعل يعني هذا الفريق يحظى بدعم من مؤسسة السيري الخيرية هذه المؤسسة اللي اتخذت على عاتقها طبعا من سنوات طويلة نشر وتنمية العلم والمعرفة في منطقة الجوف ومع هذا الفريق تساهم بشكل رئيسي وأساسي في جانب التطوع في المجتمع في منطقة الجوف ترجمة نانسي قنقر